وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة سودان جراء تداعية الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركرا هذا وتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ميناء أبو سنبل البحري بمدينة أسوان مراسل التلفزيون المصرية الزميل محمود جميل محمود بعد التحية تصف لنا من فضلك الأوضاع لديك هناك في ميناء أبو سنبل والخدمات المقدمة للوافدين من السودان الشقيق نعم بعض التحية هناك العديد من المستجدات اليوم هذه المستجدات تتعلق بزيادة وتيرة العمل سواء المتعلقة بالعاملين في معبري قسطل وأرقين أو حتى حركة الوافدين من السودانيين فاليوم كان هناك عدد كبير من الوافدين عبر مقطع قسطل ولذلك محافظة أسوان أعلنت أنه سيتم التنصيق مع الجهات لزيادة الأطقم الخاصة أطقم العمل في الجوازات والجمارك للعمل على الحد من الازدحام وتقليل الضغط بالإضافة إلى توفر عدد كبير من الحافلات المختلفة التي تنقل الوافدين من معبر قسطل ومن مرسى حجر الشمس وصولا إلى مرسى أبو سنبل النهري وأيضا فيما يتعلق بالقوافل والجذائية وأيضا تقديم الخدمات الصحية لازالت تتواجد بالأطقم الطبية المختلفة سواء في معبر قسطل أو معبر أرقين وأيضا استمرار عمل العبرات ليل نهار مع مدها بأعمدة الإنارة المختلفة لتعمل حتى وقت متأخر من الليل في هذا التوقيت الذي أتحدث فيه تحديدا هناك عدد كبير من الحافلات على بعد أمطار هذه الحافلات منها من سيغادر إلى مدينة أسوان أو موقف كركر الدولي ومنها من ينتظر للعودة مرة أخرى إلى معبر قسطل حتى يأتي بالوافدين من معبر قسطل عبر ميناء أبو سنبل النهري نتحدث أيضا عن استمرار الدعم المقدم من كل المنظمات وكل الجهات وتحديدا من الاتحاد الأوروبي لجمعية الهلال الأحمر المصرية عن طريق 27 طن من الإمدادات الصحية والطبية هذه الإمدادات وصلت بالفعل لمقر الهلال الأحمر المصري في القاهرة وربما بحد أقصى غد أو بعد غد سيصل هذا الدعم إلى معبراء قسطل وأرقين وتحديدا هذه الإمدادات ستتحرك من ميناء أبو سنبل النهري عبر العبرتين التابعتين لمحافظة أسوان أو العبرتين التابعتين للقوات المسلحة المصرية وستصل هذا الدعم لينضم إلى كل أنواع الدعم الموجودة داخل معبر قسطل نتحدث أيضا عن استمرار السيارات المتنقلة لأحد البنوك لتسهيل عملية صرف الأموال محمود ما تقوله يشير إلى زيادة عدد الوافدين من دولة السودان الشقيق يعني هل لديك أرقام عن عدد من يصلون إلى المعابر الحدودية؟ تبقى للأرقام التي صدرت من المفوضية السامية للشؤون المتحدة للاجئين يعني تتحدث عن أكثر من سبعين ألف قد وصلوا عبر الحدود ولكن تحديدا معبر قسطل هو الذي يشهد إقبال كبير من الوافدين السودانيين نتحدث عن أكثر من خمسة واربعين ألف عبر معبر قسطل تحديدا ونتحدث أيضا عن عبور ما أكثر من عشرين جنسية مختلفة عبر معبري قسطل وأرقيم بالأمس كان هناك عدد من الرعاية الأجانب وتحديدا دولة اندونيسيا وأيضا من جنوب السودان اليوم هناك أيضا تزايد في هذه الأرقام تزداد يوما بعد يوم نظرا لكثرة الإقبال وكثرة التوافد من الجانب السوداني خاصة في معبر قسطل لقربه من الوادي حلفة أو القنصلية في وادي حلفة فبالتالي يكون هناك ازدياد على معبر قسطل تحديدا بالإضافة أيضا إلى معبر أرقيم وهما المعبران الذين حددهما وزارة الخارجية كالحدود البرية في توافد السودانيين من دولة السودان الشقيق فهذه العداد وفقا للمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لكن تباعا تزداد هذه الأرقام عندما ننظر برؤية العين الحافلات التي تأتي وأيضا الوفودة التي تأتي سواء في معبر قسطل أو أرقيم وأيضا هذه الحافلات التي تصل إلى معبر إلى ميناء أبو سنبل النهري بالإضافة إلى بالطبع الأعداد المتواجدة سواء هنا في مدينة أبو سنبل في الفنادق المختلفة أو حتى في بعض المنازل التي وفرتها المبادرات الاجتماعية أو حتى في مدينة كاركر أو وادي كاركر في أسوان وهذه أيضا بها عدد كبير من السودانيين يتواجدون في هذه المدينة بالإضافة إلى من ينتقلون إلى المحافظات الأخرى أشكر الجزيل الشكر محمود دميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من ميناء أبو سنبل البحري ترجمة نانسي قنقر